رمضان أهلا مرحبا رمضان وينام طول النهار في رمضان هذا يعتبر صائم من ناحية الحكم الشرعي هو صائم ولا يطلب بعادة اليوم ولكن فاته الفضل فاته شرف الوقت في رمضان ولم يعيش معنا في رمضان فاته شرف الزمان وفاتته صلاة الجماعة صلاة الظهر وصلاة العصر في جماعة صلاة المغرب فمن ناحية أنه صائم صائم لكنه فاته الأجر الكبير والثواب العظيم وينبغي أن ينتهي عن هذه العادة السيئة أما القسم الآخر اللي هو صائم ويسمع أغاني أو يسلي صيامه يعدي اليوم بمسلسلات وأفلام فهذا آثم بهذا الفعل يأثم في إضاعة الوقت الشريف في المنكرات وفي اللهو وهذا الوقت أولى به قراءة القرآن أولى به الأذكار وذكر الله عز وجل ومع أنه قصر وأثم إلا أن صومه صحيح ولا يحكم عليه بالبطلان ولكنه على خطر عظيم وضيع بركة صومه وبركة عمره بالوقوع في هذا الحرام في نهار رمضان طيب بعض الناس يصوم عن هذه المحرمات نهارا لكن يفضل عليه ليلا ده الليل هو الوقت المشرف في رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر القرآن نزل في الليل إن أنزلناه في ليلة مباركة وكذلك بعض المسلمين ينتمع عن الغيبة والنميمة نهارا وللأ الموضوع ذا نكمله بالليل وبالليل ما فيش رمضان وقت الليل لا يقل شرفا عن وقت النهار بل من العلماء من يجعل ليالي رمضان أفضل من نهار رمضان وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه